عمّم رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاز على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة الالتزام بنظام استخدام المركبات الحكومية واستخدام المركبات الكهربائية المخصصة للأمناء العامين للوزارات وعدم استخدام أي مركبة أخرى الرزاز وجه بتكليف مديرية الأمن العام ببرقبة ومتابعة استخدام السيارات الحكومية التي تزيد لوحات أرقامها عن ألف والتأكد فيما إذا كانت تحمل موافقة باستخدامها خارج أوقات الدوام الرسمية وتزويد رئاسة الوزراء برقم المركبة والدائرة المالكة لها وأكد الرزاز أنه سيتم سحب أي مركبة مخالفة فورا وتسليم المركبات التي تزيد سعة محركاتها عن ألفين سي سي إلى رئاسة الوزراء فورا وتكليف ديوان المحاسبة بمتابعة تنفيذ جميع ما ورد في البلال أعلنت مديرية الأمن العام عن إعداد خطة أمنية ومرورية شاملة للتعامل مع مختلف الجوانب الأمنية خلال شهر رمضان المبارك الناطق الإعلامي باسم المديرية أكد أن الخطة سيبدأ تنفيذها بدءا من أول أيام الشهر الفضيل مشيرا إلى أنها تنقسم لشقين مروري وأمني حيث ستتولى إدارة السير والدوريات الخارجية التعامل مع المتغيرات المرورية والازدحامات التي تشهدها الطرق الرئيسية وفيما يتعلق بالشق الأمني أعلنت المديرية أنها ستعمل على تجديد الإجراءات الميدانية وزيادة تواجد رجال الأمن العام داخل الأحياء السكنية والأسواق وحول المصليات وهبت مديرية الأمن العام بالمواطنين أخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية منازلهم